اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية مع معالي سيد عبدالله شاهد وزير خارجية جمهورية المالديف الرئيس السابق للجمعية العامة للأمم المتحدة وتم خلال اللقاء بحث اوجه التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية المالديف الصديقة وسبول تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات بالاضافة الى مناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك واشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بالجهود الطيبة التي بذلها معالي سيد عبدالله شاهد طوال مدة رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية في تعزيز التفاهم والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء لمواجهة كافة التحديات التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي وزيادة التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الأمن والسلم الدولي وأعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للدعم والاهتمام الذي أبداه معالي للدبلوماسيتين البحرينيتين فتون العمادي وفريال المحرقي التي التحقتا بمكتب رئيس الجمعية العامة لمدة عام كامل لتدرب على مهارات العمل الدبلوماسي في أروقة الأمم المتحدة واكتساب الخبرة العملية في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي والسياسي ترجمة نانسي قنقر